اهلا بكم معايا في حلقة جديدة من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد احنا معايا بعد على الهواء ان شاء الله وحنكمل النهاردة وصفات مناسبة لعيد الام ان شاء الله احنا عملنا الاسبوع كله حاجات زريفة وسهلة ولذيذة وفنية تناسب كل الاعمار ان شاء الله انتقدر تعمل حاجات والنهاردة برضو تكملا ان شاء الله حاجات سهلة جدا 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 اي حد يقدر يعملها وفنية ولذيذة وان شاء الله كمان في بكرة حلقة حلوة قوي ما تفوتوهاش هيبقى فيها حلقة زي انا واختي مع بعض وهنعمل فيها برضو حاجة سهلة وبسيطة جدا شكلها صعب لكن سهلة جدا يعني تعمل في سواني النهاردة هنعمل ليه هنعمل تورته عالبارد تورته التونة سهلة برضو جدا وتتعامل في سواني وهنعمل ان شاء الله بسكوت هيبقى كوكيز بفول السوداني والشوكولاتة والكاكاو طيب هقولكو على مقادير التورتة تورتة التونة معانا اتنين باكو توست اسمر يكون منزوع منه الاطراف لو عايزين ابيض ماشي بس انا افضل طبعا حاجة صحية اكتر القصمر اصح من الابيض لكن مش بيخسس ماشي باكد برضو علبتين لبنة مقاس كبير معلقة كبيرة بودرة بصل معلقة كبيرة مستردة ملح وفلفل علبتون علبتين تونة متصفين علبة مايونيز كبايتين بصل اخدر متقطع صغيرين جدا كبايتين فلفل الوان متقطع صغير جدا كبايت زتون ترنشات كبايتين جذر مبشور كبايتين طماطم ممكن طماطم عادية او شاري اللي موجود وبصوا برضو مع كل ده انتو برضو تحطوا اللي انتو عايزينه يعني انا بس حاجة واحدة بس اللي نصيحة يعني هي تفضل سبتة ما تتغيرش اللي هو اللبنة مع المايونيز اللي هي شبه الكريم تشيز اللي هي لبنة من الجبنة المربعات او الجبنة المربعات كبايتين علشان ما فيهاش مية كتير فبتمسك معايا مش هتبقى كلها مية كده ميونيز مستردة ملح وفلفل بودرة البصل وننزل عليها التونة تبقى طعمها حلو جدا وشوية بصل اخضر جواها تبقى خلطة هيلة تح فتح فمعنا سهيم يا مساء الخير يا سالي اهلا مساء النور كل سنة وانت طيبة يا حباتك وحضرتك طيبة يا رب وحضرتك طيبة يا رب واختك طيبة واختك طيبة دي لسه هنشوفها يوم التلات ان شاء الله بكرة ان شاء الله ان شاء الله كيك اللي احنا عمليه امبارح اللي هو بتعمل على النار ويتحط في الباسكوت وتتعمل لف ترول تتتحط في التالاجة تتماسك ونقطعها شرايح بصي بتجيبي 100 جرام من الكاكاو ومية جرام من السكر ومتين جرام من الزبدة ومتين جرام من اللبن على النار هقولهم لك برضو بالكبايات الكاكاو تقريبا كباية كاكاو خام الزبدة كباية اللبن كباية السكر نص كباية على النار تقلبيهم لغاية ما يتمسكوا معاكي زي الكاستر خلاص بعد كده بتقصري فيه من علبتين لثلاثة باكوات بسكوت سادة بتروحي حطه بقا على طبعا متقلبي كويس وبعن بتحطيه على كيس نيلون أو على كلينج فيلم والتبرومي زي بالزبط ما بنعمل لانشون البيت وبعد كده بالفويل ويخش التلاجة يسقع بس يتقطع طعمه هايل فيه ندغة كده تجنن حلو قوي طبك تزوده فيه مكسرات بقى اللي انتوا عايزين سهل و بسيط جدا جدا ولا بياخد اي وقت كباية كاكاو كباية زبدة كباية لبن نص كباية سكر على النار سكر يفضل يبقى ناعم مش مش اللي خشن بس تقلبي على النار هادي لغاية ما يتمسك معاكي قلبتين تلاتة بسكوت قصريفي قلبي اعملي الشكل ده خليل تلاجة قطع طب احنا ده كده خلاص هزود بقى هنا بس البصل الاخضر ريحته رهيبة تجنن تجنن بصوا قوي متماسك بقى ازاي وده مهم جدا عشان اللبنة اللي انا بقول عليها يا كريم تيز يا لبنة من نوع جبنا المربعات علشان تبقى متماسكة معاكو كده عارفين شايفين التماسك ده هو ده تقدروا تعمله تشكله تشكله على اساس تورطة غير كده لو سيلة بقى ومية كده مش تمسك مش تبقى حالو خالص خلاص احنا معانا بقى معايا كزا قالب اه ناخد الكبير ده وناخد الأزار اخد الكبير اه مهم بقى كيس نايلون معانا تريفون معانا امل سهل خير يا سياري اهلا وسهلا ازاي كل سيارة امتي طيبة اولا او حبيتك طيبة يا رب وامهات مصر كلهم يا رب يا رب جميعا يا رب تسلم ايدك يا سياري على كل اللي بتعملي جزاك الله خير فعلا يعني تسلمي يا رب انا اكتر واحدة استفدت منك الحمد لله يا رب دايما فضلي انا عايزة منك بس خدمة يا سياري طبعا فضلي في العجينة الهاشة اللي كنت عملتها الاسبوع اللي فات ايوا ملحدش مقادرة لان كنت سيارة و جيت كنت انشي عمل فيها يعني اه طيب حاضر هذه العجينة دي نفس عملها عشان عملها بكرة في عيد الامر حاضر ان شاء الله ان شاء الله هعيدها برضو معاكم باذن الله تاني علشان دي معلش هي نزلت على يوتيوب بس الحلقة ما نزلتش كاملة فان شاء الله هعيدها معاكم تاني فحلقة تانية لوحدها و ان شاء الله هعمل منها برضو البريوش من نفس العجينة عندها بس منها السكر شوية و ده قريب عشان احنا خلاص دخلين عن شام النسيم فبعد اذنك يا ردوة لو ننزل وصفة العجينة الهاشة جدا شكرا اه عشاشة موجودة ايه عشاشة للعجينة الجانبية بتخلطي اربع معالق اللبان و اربع معالق المياه و معالقه الكبيرة من دقيقة على النار زي الكسترد كده او زي البودن كده بس يبتديesto المسك معاك على النار ليسه قاومه معاك على النار و بعدين نش 때문에他фل فيها على الجنب وتغطي وبعدين تعمله اخلupaك على بقية العجينة بنفس الطرقة اللي احنا بنعمل بها العجين دايما خص بميه أو شوية دقيقة بتقلبيهم وضع بهم يخمروا ربع ساعة وبعد كده بتحطي بقى العجينة الجانبية دي عليها وتقلبي وتحطي البيض وبقيت المكونات معادة بس الزبدة وبتقلبيها كويس جدا وبعدين بتحطي الزبدة خلاص وبقيت الدقيق وتعجني بقى كويس جدا جدا لغاية ما تبقى معاك عجينة ملساء وحلوة من كتر العجن خلاص بعد كده بتتبيها تخمر وهي متغطي بكيس نايلون بتبتدي تاخديها تاني تعجنيها تاني كويس جدا وبعدين تشكليها وتتبيها تخمر تاني حوالي نصف ساعة لساعة تاني خلاص بعد كده بتدهنيها ببيض بيضة وعليها شوية كريمة لباني بتديها لون حلو قوي وتدخليها الفرن على درجة 200 درجة أو أعلى عشان ما تنشفش منك وتاخد لون حلو بس شايفين سهلة جدا والعجينة الجانبية دي خيالية بتخلي العجينة فيها قوام هش ومط يعني فيها قوامتو شوفتوه معايا في الحلقة جميل جدا جدا بتفرق سبحان الله بتعمل حاجة تانية بتسحرك كده في العجينة معايا تاكة بسيطة وعبيطة جدا بصراحة بس يعني لها مفعول جامد معينا سهيم هيام سلام عليكم هيام أهلا وسهلا أهلا وسهلا زي حضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك حبيبة قلبي بصراحة أنا يعني يعني أحمد ربنا أن يعني التحلي فرشا أن أنا أتكلمك النهاردة والله أنا اللي أحمد ربنا أنا فشكرك يا حبيبتي وكل عيد أم وحضرتك طيبة وكل أمهات البيتة طيبين وحضرتك طيبة أنا فخورة بيتي جدا يا مدام سالي الله يخليك لأن بصراحة ما شاء الله عليك على زوءك وعميلك يعني بجد لك حاجة مميزة الحمد لله فضل من ربنا ما شاء الله عليك يا حبيبتي نجعلك من نجاح لنجاح يا مدام سالي الله يخليك وأشكرك يا حبيبتي ما شاء الله عليك يا حبيبتي الله يخليك ربنا أخليك يا مدام سالي أنا عايزة عشر نصايا أيوة وعايز حاجات للضايت أه وحقولك أنا دايماً بعمل إيه؟ وحبتك صححيلي بقى وليل أنا باخد معلقة زعتر أيوة ومعلقة بردقوش ومعلقة روزميري أه بغليهم وطبعاً بغتل كوباية عشان زيوت الطياري ما تشيل لما تترشم الكوباية وبشربهم قبل الغداء بس يكونوا فاترين يعني وساعات بعصر لمون وكوباية مية عليها عصرة لمون وبشربها قبل الغداء بصراحة جايبنا فايدة معايا يعني الحمد لله يعني أنا من نفسي بحب بعمل كنترول مع نفسي مع أكل عاملة نظام معين لنا فعايزة حاجات تزيد يعني حاجة شربة يعني تزيد الحرق شوية يعني يعني شوفي إيه وساعات أخذ الكركم في علبة زبادي وأخذها مثلا الصبح على الريق مثلا أخذ عصرة لمونة على زبدية فلاقيت الزبادي بيتعبني مثلا أخذها عشان عندي الأوعية دموية تعبانا سلامتك ألف سلام يا حبيبتي ومتشكرة لك يا حبيبتي قلبي وأنا بقول لحضرتك أنت مثل الأعلى الله يخليك يا ربك شرف لي والله يردوني يبارك فيتي ويبارك لولادك ويخليك لهم يا حبيبتي الله يخليك شكرا على المكالمة طيب أنا طبعا العشر نصايح أنا مش حالحة إن أنا أقولهم في الحلقة عشان دول بياخدوا وقت فضروري حضرتك تتفرجي عليها على يوتيوب وده المصلحتك علشان الحلقة والمعلومات تكون صح ومتكاملة لأن أنا دلوقتي مثلا بيقولولي لازم نطلع فاصل ومعاية ليفون تاني فمش حالحة أقولهم لك صح فضروري جدا تخلي حد يساعدك حد من ولادك أو أحفادك يساعدك معلش تشوفي الحلقة على يوتيوب ده بالنسبة للعشر نصايح أما بالنسبة النظام اللي حضرتك بتعمليه البردقوش أنا مجرباه بنفسي الزعتر الكلام ده كله الكركم جميل جدا جدا وحلو جدا للصحة وبيساعد على الشبع وبيضر الجسم يعني فعلا بيساعد على إضرار البول وبيساعد على تخلص الجسم من ثموم كتيرة لكن دول عوامل مساعدة مع العشر نصايح يعني حضرتك تقدري تعمليهم مفيش مشكلة لكن دول مش الأساس اللي نعتمد عليهم لازم يبقى الأكل برضو مظبوط معانا ما فيهوش أي حاجة غلط علشان إيه تقدري حضرتك تقدري تنزلي وزنا بشكل سليم لكن هو ما فيهوش حاجة بالعقس صحي جدا لأن حضرتك تتعملي هايل لكن تفرجي برضو على حلقة العشر نصايح تكملة لمعلومات حضرتك الجميلة وقالف شكر على المكالمة الحلو إحنا معانا تليفون معانا تليفون معانا أمل يا أمل طيب إحنا بنشكرك جدا أنا بس سريعا بقى معلش حاجة كمينة تاني أنا بقى هعمل إيه دلوقتي بس عشان نبقى شايفين إيه اللي هيحصل أنا طبعا يفضل إن دا يتساب شوي هنعمل إيه بقى هروح واخدى ده وقلباب الشكل ده خلاص عشيله بسهولة شايفين عشان الكيس بيبقى زي عامل مساعد معي جدا إنه يخلي الحاجة تنزل بسهولة وبساطة جامدة أهو وعشان الحاجة اللي أنا عملتها اللي هو اللبنة دي متماسكة معي الحمد لله خلت الترطة جميلة ومتماسكة كلنا هعمله هبتدي بس إن أنا أفرش بالشكل ده حوالين داير وحوالين داير كلها يعني حتى في الأطراف آآ علشان تبقى زي الترطة بنفس الحشو وبعد كده الأطراف وفوق تزينوها بقى براحته وطعمها هتدعولي عليه إن شاء الله اللي عايز بس يزود شوية لمون فيها ممكن لكن طعم هتدعولي عليه جدا جدا لكن برضه ده المناسبات مش للعشر نصائح بأكد طعمه جميل وصحي جدا لكن مش للعشر نصائح أنا هكمل بقى إن أنا آآ يعني أزينها بالشكل ده بالأطراف بكله زي الترطة زي ما بنعمل عادي خالص هنروح لفاصل ونرجع أكون أنا بس غطيتها بالشكل ده ونروح لفاصل إن شاء الله نرجع نعمل مع بعض بقى كوكيز اللي هي بزبدة فول السوداني بالشوكولاتة طعمها جميل جدا وحيعجبكم إن شاء الله شوفكم بعد الفاصل أهلا بيكم معي من الفاصل وهفكركم كنا بنعمل إيها من الفاصل كنا بنعمل الترطة الجميلة السهلة البسيطة دي أنا سيبت حتة عشان عاملها قدامكم إزاي بنعمل الجذر المبشور كده حواليها شتبه شكلات ورطة جميلة وهنزينها برضو إن شاء الله هيكون معايا اللي كذبوا في المسابقة اللي كنت عامليها على البيتج اللي ينزلوا صور تطبيقات عملوها فإن شاء الله هيكونوا معايا في الحلقة دي في آخر ساجبنت إن شاء الله فعايز أسيبهم يعملوا شوية حاجات برضو عليها طيب نعمل في دلوقتي كوكيز شوكولاتة لبلفول السوداني وتعمها حلو قوي و هيجبكم إن شاء الله برضو جدا هقول لكم عليها معانا 100 جرام زبدة طرية يعني نصف كوباية مهم تكون طرية معانا 150 جرام سكر ناعم يعني 3-4 كوباية معانا بيضاء فانيليا 120 جرام زبدة فول سوداني يعني نصف كوباية معانا 50 جرام كاكاو خام من دريم يعني نصف كوباية معانا 200 جرام دقيق يعني كوباية ونصف ورشة ملح ونصف معلقة صغيرة بيكينج سودا خلاص هنعمل إيه بقى؟ ولا خليهم يزينوا البسكوت ممكن أخليهم يزينوا البسكوت أحسن هنعمل إيه؟ أول حاجة هننزل الزبدة مع السكر بس الزبدة تكون طرية لو الزبدة مش طرية سايلة هتبوز البسكوت بيبقى على طول تلاقوه ما بيقطع كده ما بيبقاش مظبوط فلازم الضروري الزبدة تبقى طرية مش سايلة ولا تاعة طبعاً لكي أجبت العجانة لأنه يهرسها خليها تتهرس شوية أكمل أنا هنا هوريكم إزاي بيتعامل الجزر بصوا بعمله كده في الطرف وارروح ملزقاه شايفين موضوع سهل جداً مش صعب بالشكل ده خلاص ده شكل اللي هو الشكل اللي بالجزر ممكن بقى نيجي في الأطراف هنا ونعمل مثلاً الطماطن شري طوميتو معنا ساما أهلاً وسهلاً إزاي حضرتك أهلاً بيكي بستخدم إليكي على كل حاجة حل تسلميدي يا رب والله تعيشي في عناه بحجة كل الله يخليك فضالي ما دم تلي سؤالين السؤال الأول بالنسبة للرز الأبيض أيوة هل الرز الأبيض يعتبر زي السكر ويقف الحرق في الجزر؟ أيوة السكر الرز الأبيض آه الرز الأبيض بيرفع سكر الدم فبردو ما بينعش الحر؟ لو أخدتي قليل مش بيمنع الحر لو أخدتي قليل تمام طيب السؤال الثاني بعد إذنك أيوة يعتبر من النشويات؟ أيوة يعتبر من النشويات بس مش بيرفع سكر الدم قوي وفي الحالة دي أقدر أخده بعد المغرب ولا ممنوع برضو؟ ممنوع لو عايزة تكس طايل ألف شكر أشكر شكرا ألف شكر طبعا في ممكن دكاترة تلاقوهم بيقولوا لا ممكن ناكل فكهية بعد المغرب أو ممكن ناكل نشويات ما ترفعش سكر الدم لكن أنا النظام بتاعي العشر لا أنا بنصح أننا بعد المغرب ما ناخدش أي نوع من أنواع بحط البيضاء أي نوع من أنواع النشويات بأشكالها حتى الصحية وعن تجربة وبتفرق كتير جدا طبعا كل الكميات بتفرق يعني لما الواحد ياخد كمية صغيرة قوي من حاجة مش هتفرق مش هتعمل مشكلة في الجسم مش هترفع سكر الدم بس أنا نصحتي بلاش نقطع بعد المغرب خالص أي نوع من أنواع النشويات بحط بقى الفانيليا مع البيضاء وهحط بقية المكونات معي بقى زبدة فول السوداني وإن شاء الله بكرة هتشوفوا بقى استبليم إنها هيتعامل إزاي من غير الشوكولاتة إن شاء الله الواحد هتعجبكم جدا لإنها لذيذة فعلا قوي قوي معينا أم أحمد سلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا لو سمحت أشكرك الأول على حاجات نتعملها دي خالص سلاميلي يا رب شكرا أهلا أنا قال لي حوالي عشر سيئين أيوة أهلا أهلا والله ده عشرف لي أهلا والدخصة أول من حاجات العجب تتعمل يا بس أنا عندي سؤال لو سمحت نقوله أيوة تفضلي أهلا أنا كنت عام أنا كنت تسعة أيوة 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 أهلا عملت رجيم وانسلت سبعة كيلة أه عملت رجيم إيه؟ كنت ماشي مع الدكتورة يعني أه وبعدين أنا بطملي لسه يعني ما بتنزلش بسهولة أه أبتدت يعني أعمشت حاجات من وصفاتي أيوة بس إن شاء الله يعني لسه عاوز نبقى الشفص أنا أسهي مهم العشر نصايح تشوفيها حلعة العشر يعني ما ينفعش مثلا تعملين وصفات بس من غير ما تكوني تفرجتي على حلقة العشر نصايح تفرجتي عليها؟ لا أنا بصراحة شفتها في الاعادة دي كانت تانية حلقة تانية لحضرتك فيها طيب مادام شفتيها خلاص هيل ماشي بس يعني ايه يعني حكاة البطن دي يعني ممكن لانني تنزل بسهولة ولا اي يعني لو التزمتي بانكتنامي معدة فضية بس وكلة زبدياية بعصرة لامون او بنقاط بيتامين تي ده بيحرق هاي البطن يعني بيساعد جدا على حرق البطن والشاي باللمون بعد الوجبات بنص ساعة بعمل كده فعلا هتحسي بفرق ان شاء الله طيب معلش سؤال ثاني لو سمحت ممكن حضرتك المتمنين الوصفات تتعرفيني على الحاجة لان في حاجات كتير انا ما بعرفهاش زي ايه مثلا؟ يعني في حاجات بتحطيها يعني بدي فيها انا مش معرفها لان انا بالعكس ده انا بقى كل الحاجات اللي يعني بقى حاجة مش غريبة او مش متاحة يعني دايما بحاول احط الحاجات البسيطة جدا اه 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 وبحاول اقول دايما منين؟ تابعيني وان شاء الله هتبقي عارفة دايما يعني انا دايما بقول لو حاجة غريبة مثلا او كده هتلاقوني بقول دايما ده مثلا هتلاقوه فين؟ لكن وصفة زي دي مثلا دي عبارة عن زبدة كولت دايم تشتريم من السوبر ماركت الكاكاو دريم من السوبر ماركت بيت سكر زبدة ما فيهاش اي حاجة غريبة الوصفة دي برضو تونة مايونيز لبنة ما فيهاش برضو حاجة صعبة هي الحاجة الوحيدة اللي وقفت معانا في الوقت اللي فات في الفترة فاتت جنين القمح ممكن الاستغناء عنه لكن انا بنطح به لكن انا حتى شرحت ممكن نجيبه منيه دا ما شاء الله الزبدة كانت يعني من الفريزر مش من التلاجة معانا راويو ايوه اهلا وسهلا اهلا بيك يا مدام سهلي ازايك يا حبيبتي عملك؟ الحمد لله ازاي حضرتك كثير عن كل اللي بتعمليه يا حبيبتي اللهي خليك يا رب معاني حبيبتي انا بس قالك انا عايز اعمل بربة فراولة داية ايوه مش عارفة قوليلي طريقتها ازاي بس لو سمحتي لو النار دا يكون افضل حاضر حقولها لك على طول حاضر حاضر كيفية صوتك البشوش الجميل دا والله اه بصي بتجيبي الفراولة وبتحطيها على النار وبتحطي بقى عليها مش سكر عادي بتحطي عليها سكر فروكتوز سكر الفروكتوز دا بيتباع في السوبر ماركت قسم السكر 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 الدايت والحاجات دي خلاص اه بتجيبيه وبتستخدميه بتحطي بقى عليه زي ما تحبي يعني لو مثلا جايبة كيلو من الفراولة بتحطي عليه بس حوالي ربع كيلو من سكر الفروكتوز على النار وممكن تعقدي بمعلقة نشا وتحطي ممكن عصرة لمون برده بس بتعقدي بمعلقة نشا خلاص بس بتبيغ لي عادي جدا على النار احنا عمالناه قبل كدة بس سهل جدا انتا عبينه برطمان يكون برطمان معاقة طيب انا بس انا مش عارفة العجانات بجد اه 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 اعتقدتوا تعارفين ان انا صريحة جدا اا مش عارفة العجانات معمولة المفتودة عشان تريح بس هي الحاجة ما بتوصلش لاطرافها يعني اله ده مثلا كف ده المفتود يوصلي اللي طرف ألاقي كل من السائل لازق في الطرف وهي شغلة بس في النص فسيبة مساحة مثلاً حوالي سنتي أو اثنين سنتي في الأطراف ما بيجيش ناحيتها فأنا مش عارفة المفروض الصناعة تتطور شوية عنك طيب أنا عايزة جيب بس جوانتي للإيد ما أتمنى يكون فيه معانا تيفون ولا ايه؟ طيب حسني جيبلي جوانتي أرجوك يا حسني محتاجة بس جوانتي إيد معانا علا؟ أيوة أهلاً وسهلاً أهلاً بخضر الكثير يعني أنا مش عارفة أقول لي كيف طيب أنا مفتوطة جداً أنا أحيلاً كذبت الله يخليك كده شرف لي تفضلي أنا متبعيك من زمان جداً من أيام ما كنت فيك هنا كنت تطلعي عليها وكده كنت آه طيب حاجة تفضلي ومسي على العصر النصوية آه سيت 8 كيلو آه طيب الحمد لله وصراحة الخبز المزبعة تحت طيب الحمد لله طيب الحمد لله هايل ونفشت معاكي حلو نفشت جداً على فكرة وأنا بمعتلك التطبيقات دايماً على صفحة لحضرتك باسم توتة آه أيوة عرفتك إزايك أيوة أنت هايلة تسلب إيديكي تأتي فنينة أصلاً لا يا حبيبتي ربنا يخليكي أنا بجرب أصلاً كل وصفاتك بتأخب تطلع عاية توحفة يعني أنت هايلة فعلاً تسلب إيديكي فعلاً بتعملي حاجات هايلة وفنية جداً جداً هو يعني بصي يفضل التغيير يعني اجربتي مثلاً بتاع الترمس لا فتصالها الحمص عايزة قولك بتشبع جداً جداً عن اللي هي فغيري أحسن أنت أصلاً بتحبي المطبخ وبتخشي تعملها حاجات فنية فعلاً فعلاً وكمان عايزة قولك أن أنا قربتها المامة وعجبتها جداً طب الحمد لله لأ دي حلوة وتمام يعني طب والله ده حاجة تساعدني جداً لأ أنت بالذات ما تقوليش أن أنا أعمل حاجة واحدة أنت لا زجرة بكله خراب أنت كدوة لكل الناس كنت طيبة يا رب كل سامة وممتك بأس خير وصحة يا رب كنت طيبة يا رب ناميلي يا رب ألف شكر كل سنة وكل أم طيبة يا رب طيب أنا بقى هبتدي بس أعمل واحدة واحدة يعيزة واحدة أنت إيه في حرب مش ممكن هبتدي بقى أعمل البسكوت علشان يدخلوا الكوكيز علشان يدخلوا الفورن اللي عايز يضيفلوا بقى تشوكلت شيب حتة شوكولات صغيرة ممكن إحنا معنا بتسام؟ زيك يا سالي أهلا وسهلا كل سنة وأنت طيبة وحضرتك طيبة يا رب كل سنة وممتك طيبة وبخير وكل أمهاتنا يا رب طيبة وبخير أنا عايزة أقولك إن أنا الحمد لله إنش فاكراني الأول بتسام بتعطي بسكوت اللامون أهلا 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 إزايك لسه بتعملين؟ لا 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 ده أنا خسيت تلاتة كيلو ونف يا سالي الحمد لله لا تغذيه قبل 11 في خلال 3 ساعات قبل الساعة 11 وتنامي قبل 11 ما أنا المشكلة بنامس ساعة 2 بالليل ما بنامش قبل 11 أصلا ما هي دي مشكلة طبعا بس ربنا خلق الجسم بيحرق بكفاءة الهرموندة بيعلى من 11 إلى 2 بالليل آه علميا أسوها يعني حاولي إنك تنامي طبعا يعني مش بقول إنك مش هتخصي بعدها بس الكفاءة بتبقى أحسن لما تغذي الزبادي باللمون قبل الساعة 11 في خلال 3 ساعة قبل الساعة 11 وتنامي يعني على 11 بالكثير هتلاقي نشاط وصحة وشكلك صغير سنا هتصغري سنا وكل حاجة يعني هتفرق جدا جدا في الجسم بصوا بقى أنتو بتعملوا طبعا على باس الزبادي باللمون على معدة فاضية عارفة إنك هتقول حاجة عارفة هتقول؟ نا ما تقولش أحسن بصوا بقى مرد قول بيش فايدة بصوا بقى أنتو بتدخلوه على 180 درجة الفرن ريحته رهيبة وعايزة أقول لكم فعلا جميل جدا جدا يعني الولاد بيعشقوا البسكوتر اللي بزبدة فول السوداني بس خلوا بالكوا الولاد اللي عندها مشكلة حساسية فول ما ياخدهوش أو الأطفال اللي عندها سمنة ما تاخدش منه برضو لأنه طبعا بيزود في الوزن ده للمناسبات سريعا عملنا إيه حاطينا الزبدة السكر زبدة فول السوداني البيضاء الفانيليا ضربناهم أهو ما ننساش رشة الملح وبعد كده حاطيت كاكاودريم وبعد كده حاطيت الدقيق ومخلوط عليه معلقة بيكينج سودا واللي بناهم بس وبنعملوا شكل كوكيز أو بكرة هتشوفوا وأنا بعمله مع أختي بقى شكل السابليه للي يحب يعمله شكل سابليه أو كوكيز سادة أو بالشوكولاتة بكرة السادة عشان إيه؟ تفرجوا على بكرة 180 درجة 12 دقيقة بس ويخرج خلاص هنروح بقى لفاصل ونرجع إن شاء الله هيكون معايا الأطفال اللي كذبت في المسابقة اللي عملناها من ثلاث طبيع تقريبا هكون بس خلاص خلصت دي وخليهم هم يزينوا بقى البسكوت معايا أشوفكم بعد رفاقكم إن شاء الله أهلا بيكم معايا بالفاصل زي ما انتم شايفين معايا ثلاث بنتي تأمارات جودي وجنة وجنة الثلاثة دول هم بعتوا صورهم وتطبيقاتهم على البيتج عندي وإحنا كنا عاملين مسابقة من ثلاثة سابيع وكنت قايلة اللي هيبعت صور وتطبيقات هنختار منهم أحلى التطبيقات وحيكونوا معايا في حلقة طبعا أنا احترت الحقيقة فروحت إيه مطلعة أكبر عدد ممكن معايا كلهم عملوا حاجات حلوة قوي انتي كنت عملت إيه بقى قولي؟ ترتايت تصبيب المعين؟ ترتايت سبايدر مان ودي هنشوفها على الشاشة وللي بسي وقلق هننزلهم إمتى علشان إيه نبعارفين؟ نزلها أيوة أوه تقمتك؟ أوه وفنا التورتة واوه كثف وضيع! حلوة جدا! مين محامد صاحي؟ محامد دعوها أخي صغير لكن بيحب سبايدر مان جدا! بيحب سبايدر مان جدا! بس مين ساعاتك بقى في التورتة؟ ماما ماما جوعا! ماما وأخي كبير! حلوة جدا جدا جدا! انت شكلك كده نبسك تلعي شاف صح؟ نبسك تلعي شاف تعملي حلويات؟ امم ولا تعملي حدق كمان؟ لا حدق حدق حلو قوي و جد توحفة اللي انت عملت به فعسألك بقى اي حسألكم كمان شوية بقى بتعمله ايه كمان؟ والليلي انت بقى عملت ايه؟ كيك شوكي عملت ايه؟ كيك شوكي اللي هو الكيك اللي شاتو صح؟ صح؟ صح عملت فيها دي عايزين شوفها برضو على الشاش صح صح وهم طبيعت جميلة جدا لا المعظم في صورته هيا امow متو لغباتي باطل في الصور دي صور جواذي طاني جانا جانا عندنصنอง الصورة هي جانا الاولى وكم وقال عملتوا ح Republicanات عموة جدا على قيدة شكرا نشوف الصورة جانا الاولى لان想ن ترين لا هذه attackedي Boa هذه المنظمة أيضاً؟ أنت فنانة بقى! أنت عملت حاجات كثير قوي! ماذا؟ دعنا لدينا هذه الجنة عملت التورطة هذه وعملت التورطة القابلها تحفة! حلوة جداً! عملتها حلوة جداً جداً! هذه هي واحدة بالفواكه والآخر كانت عملتها حمرة هذا بأيه؟ الريد فلفت الريد فلفت أنت كنت عملتها الريد فلفت حلوة قوي! كنت عملتها وصفتي؟ أسلام إيديك يا أمامي ساعدتك؟ حلوة قوي قوي! تتحبي أصلاً برضو تعملي حلويات؟ حلويات تلزين أكتر ولا حلويات عمتاً ولا ممكن تعملي حلوة حادق الاتنين؟ كل حاجة! كل حاجة برضو! مش ممكن يعني أنتم بجد خلاص شيفات من دلوقتي أعمل معكم برنامج بقى! يبقى معي شيفات دغنانة طيب! وعايزين نشوفها الصورة اللي هي التالتة؟ آه! طيب! هنشوفها دلوقتي بس احنا أنا عايزة أسألكو بقى دلوقتي جانب الزيت أنت كنتي عملت إيه برضو عشان بعرفين؟ عملت كيك شاتو الشاتو كيك شاتو انت كنتي عملت واحدة تانية أنت كنتي عاملة اللي هي الراد بربت وإيه التانية بقى؟ اللي هي بالفكهة دي كانت إيه؟ كاتو كاتو لازم يكون عدة 12 دقيقة علشان نطلحه بصوا لسه طرية شوية زيادة بس هي 12 دقيقة وبنطلحها وانتبها تمسك وبعدين إيه؟ بتمسك تبقى حلوة جيدة يعني نديها كمان نقول دقيقة كمان وطلحها دقيقة دقتين بالكتير قولولي بقى نبتدي هنا ايه الحاجات اللي انتي بتحبي تعمليها كمان في البيت؟ او جربتي تعمليها فعلا؟ جاتو شاتو ايوه اللي هي بالشوكولاتة؟ مع الماما في كلها كل الأنواع؟ اه انتي عارفة احنا عملنا بلكده ايه في البرنامج؟ جاتو شاتو ده عملنا بكل أشكيله شفتيها؟ بايه مثلا قولي؟ بالفلاوضة ايوه شوكولاتة ايوه كريم كرامل اه وبالبودرة الايس كريم؟ اه تخيلي انتي جربتها برضو؟ اه بالفانيليا؟ او بالشوكولاتة؟ او بالكرامل؟ لا اكتر انها بحب الشوكولاتة الشوكولاتة احلى واحدة ايه اسهل واحدة بصورة اه طيب وانتي حبيت تعملي ايه بقى قولي؟ كيك شو تي برضو جاتو شاتو هي دايما اللي بتعمليها اه انتي بسميها بسبطانية مختلفة كيك شو تي اسمي حلو برضو جديد جميل ايه سعب بعمل مقاذا وماموه ترد وكده اه وماموه بتتعلم منك ترد الحاجة اه حبيبتي تحب تفرج على تازين برضو؟ اه حلو قوي وايه الحاجات اللي عملتها غير الجاتو شاتو بقى؟ كيك شو تي بعملتها كيك اه كوكيك او كوكيز حاجات برضو اه حلو ايو برضو وعملت حاجة قبل كده واخدتها معاكو المدرسة؟ اه ايه؟ مرة اخدت معي الكوكيز اه مرة ما اخدت الكيك الكيك برضو طيب وانتي ايه الحاجات اللي بتحبيت اعمليها بقى في البيت؟ بيت غير كيكات اعم 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 بعمل بيت زا مع مامي وانا اللي بعملها بتحطي الحاجات في ايها اه حلو قوي وساعات يعني بعمل انا تازين كده بعمل شكل حلو بالخضار كده عليها والحاجات اللي هتحطها على كده اخدت معاكي برضو حاجة مرة بمدرسة؟ اه طب جميل جدا معروفين انتو بقى في الفاصل انكم بتحبوا تعملوا دائما حاجات طب حاجات دي بتبقى بتتعرف كده على طب انا انا يعني اكتر احظة في الفاصل والحاجات تعملي حلويات وحاجات طب ويقعدوا يستنوا تجيبيل حاجة اه يعني ممكن يعني لما ماما بيجي يريتديوي حاجة بيجيبانوا بستني كده اه انا شكلها هتحفظوا اكيه طيب اسلام ايديك يا حبتي انا طالع بقى الكوكيز دلوقتي بصوا الكوكيز شكلها عامل ازاي بشكلها كده دي طريقة الكوكيز العادية فيه بقى الطريقة اللي هي عاملة زي السابلي اللي هي الطريقة دي اللي هي هنا بيبقى شكل متقطع بيتفرد ويتقطع مش بنعمله بأدينا كده ففيه الشكل ده من سامي كوكيز والشكل التاني ده اسمه سابلي هي نفس العجينة نفس العجينة بالزبط بس عاملناها على طريقتين طريقة بتاعت السابلي دي هنشوفها بكرا حلقة بكرا هي اصلاً لعيد الام وعملنا فيها الشوكولتات شايفين شوكولتات العلب دي عملتها مع اختي بادي سهلة قوي سوفين الشوكولتات دي بتلزقوها جنب بعض وتعملوها زي العلبة مش فكرة سهلة فكرة سهلة تشوفها بكرا ان شاء الله احنا عندنا مثلا عشان ده لسه سوخن جدا عندي سابليه ده وممكن نزينه بطريقة حلوة قوي ممكن ينمشي عليه بالشوكولاتة يبقى كده سيور كده عليه شوكولاتة كده عشوائي او ممكن نعمل عليه مثلا نقطة من الشوكولاتة بالشكل ده ونحط عليه شوية من السوداني شايفين شايفين سهلة قوي صح؟ ونحطها مثلا هنا هي اول ما تسقع بتبقى شكلها حلو جدا ببقى شكل وصابليه تحف وحلو قوي برضو يتعمل على الكوكيز فانا انا عايزاكو بقى لو تجولي عشان نعرف نشتغل دي بس على الجاند عشان سوخنا نجد الشوكولاتة هنا اهيه ومعالق اخذي كل حد فيكو واحدة تعالي وتعالي 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 اقربا يلا كل واحد يحط حبة شوكولاتة على الكوكيز تخلوا بالكو دايما تلفوا كده عشان ما بتوقعوش او في الطرف روحوا عاملونا كده ستنقطش في حد ايوه واخدي بقى كده برافو يلا برافو عليك يا تنزل الوقتي حالا ايوه سيما فيش حبة صغنانين كده وتروح يحط عليهم بعد كده الايه شوشكاله فول السودين بالضبط هلو جميلة جدا جدا هلوه جدا يلا حط هنا كمان واحد هنا في شوية في لسه شوية ممكن تحطي عليه هلوه قوي قوي تحف يلا نعمل ثاني واحدة كمان كل واحد واحدة كمان يلا بقى كلنا شوقطة بشوكاله هلوا تيبي دي شوشكله دي كم علاقة تاني يا عشان البولة كبيرة فعلا فبي بيغتاص بيرحبي حم Verse وصدي يغلقوا في الآخر ودي واحدة ودي لسه مغطتش امسك ياه اعمل ايه حلوة الشوكولاتة ان احنا نغطس كلنا جوا الشوكولاتة كده ونبقى كلنا شوكولاتة بشوكولاتة ايها جيدة جدا شوفوا سهلة وبسيطة جدا فهاش اي حاجة تعرفوا تعملوها لوحدكم صح في البيت اه اه برافو برافو تسلم اليكو هايلين اريد ان اضعوهم كده على الوش عشان يبقوا باينين كده للمشاهدين يبقوا شايفين اللي انتم عملتوه عشان شكل ضحفة ونروح بقى هناك علشان نختم انا بس الكوكيز دي شوفوا اه ممكن نقدمها في طبق ريحتها حلوة جدا اه تلتزموا بالتنشر دقيقة عشان دي غمقه فممكن تتحرق منكم وانتم مش حاسين مهم تعالوا نروح بقى هناك ايوه خالياتي انا هساعدكم في موضوع الكراسي ده عشان انا ملاحظها ملاحظها نحطها على ورا كده عشان نعرف نقف ايه ده برضو هدية عببتي عببتي قوي ايه تعبتي نفسك شام حبك شام حبتي شام حبتي لا جميلة قوي نبستو عصل ازاي والوردة دي تعبوها جدا دي بسي قوي على الهدية الحلوة دي حلوة جدا شكرا وردو حركات نبسكها كده حط دي بعيدا حطينا كده وحتفكر بس مش هلدين احنا عملنا ايه احنا عملنا مع بعض التورطة اللي هي اللي سريعة جدا اللي بتونا التورطة الحدقة اللي هتعجبكو قوي وبسكوت او سابلي او كوكيز حسب الشكل اللي هتعملوه من زبنة فول السوداني والكاكاو الحلو قوي ويا رب اوعاتين تنسوا حلقة بكرة مهم جدا وانتو كما تتفرجوا عليها ماشي عجبتكم الحلقة وتسلم ايديكو على الحاجات اللي بعتتوها معلش صورتك بقى مامي مبعتتهاش بس انا شفتها كانت جميلة جدا جدا كانت حلوة قوي تسلم ايديك تسلم ايديكو انتو كلكو بجد شيفات تغنانين من عيلين تجننوا تسلم ايديكو واشوفكو ان شاء الله يا رب على خير تقولوا حاجة قبل ما نختم انا بقول للمامي كل سنة وتي طيبة واللتيدة وبقول للخياتي يا حبيبتي وانا بقول للمامي كل سنة وحاجاتك طيبة والكل ام يا حبيبتي العسل ده بقول للمامي كل سنة هي طيبة والخالتو والتيدة ام وانا اقول لكل ام كل سنة وهي طيبة يالا باي باي تعال من باي باي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة